الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في مثل هذه الأيام منذ الحادي وخمسين عاما حققت مصر نصرا سيبقى خالدا في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد وضف الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل تخرج الكليات العسكرية بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيدة في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة إن ما حققتهم مصر في حرب أكتوبر سيظل أبد الظهر شاهدا على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وأكد الرئيس السيسي أن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها المنطقة الآن تدعو للتأكيد مجددا بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان تعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والضمار يؤدي إلى دفع المنطقة نحو حافة الهوية مشددا على موقف مصر الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بضرورة إقامة دولة فلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر للرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الإفريقي بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي تلقاها الرئيس السيسي من نظيره الموريتاني محمد والد الشيخ الغزواني حيث أكد الرئيسان حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين للتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة كما تنور الاتصال كذلك تطورات الإقليمية سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط أو على صعيد عدد من القضايا التي من بينها الجهود الجارية لدعم مصاري الحل الليبي الليبية وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة واستعادة الأمن والاستقرار بها أعلنت وزارة الخارجية والهجر وشؤون المصريين بالخارج متابعتها لملابسات حدث إطلاق النار في المكسيكا الذي أصفر عن مصر عدد من المواطنين المصريين وذكرت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه قطاع الكنسولي بالوزارة والسفارة المصرية في المكسيك بمتابعة الوقاعة عن كثب والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على ملابسات الحادثة وتقدمت الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا دعيلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان أعرب قادة دول مجموعة السبع عن تأييدهم الكامل الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مؤكدين قلقهم البالغ حيال تظهر الوضع في الشرق الأوسط جاء ذلك في بيان صادر عن زعماء مجموعة السبع ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ودع القادة في بيانهم جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلى التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس وأكدين ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وجدد قادة السبع دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين وزيادة كبيرة ومستدامة في تضفق المساعدات الإنسانية وإنهاء الصرع شنت طائرات حربية إسرائيلية في الساعة الأولى من صباح اليوم أعنف غارات على الضحية الجنوبية لبيروت منذ بدء موجة القصف الأخير في 23 سبتمبر وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضحية الجنوبية فيما أشار حزب الله إلى أن عدد الغارات بلغ 11 ضربة إسرائيلية متتالية وأحدثت تأدويا قويا اهتزت معه الأبنية ووصل صداها وفق شهود نعيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت وضواحيها أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل والمستمر للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية التي نتج عنها مئات الضحايا من المدنيين وخلال إجرائه اتصالا تليفونيا برئيس الحكومة اللبنانية ناجيم مقاطي شدد عبد العاطي على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ومنع انزلق المنطقة إلى حرب شاملة وشدد وزير الخارجية كذلك على أن مصر تدعم كافة مؤسسات دولة لبنانية التي تطلع بمسئوليات دقيقة في ظل ظروف عصيبة ومؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق كما أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفضي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا وحذر الوزيران من التبعات الكارثية لاستمرار هذا العدوان على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وشدد الوزيران على أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والخطوات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الدفة الغربية يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة وأكد ضرورة وقف العدوان على غزة وعلى لبنان والتصعيد في الدفة الغربية فورا أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن استضافة مدينة الأسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الجاري يأتي ذلك في إطار استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في دورة الثانية عشر بمدينة القاهرة خلال الفترة من الرابع حتى الثامن من نوفمبر القادم وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن استضافة مدينة الأسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمي في عام 2021 يبرهن على دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها